انا خارجة علوم سياسية تخصص قانون دولي في الجامعة الامريكية بابايا يعني من دكاترة في القسم بتاع المسرح في الجامعة الامريكية من سنة 85 من سنة لانت ولدت فيها اللي حلو في الجامعة انه ممكن اي حد من اي تخصص يعمل كاستنج في اي مصرحية في الجامعة فقال لي لما يبقى فيه مصرحية روح يعملي اوديشن لو اخدوكي اوكي ما اخدوكيش اوكي بس انا مش اخدك في مصرحياتي يعني كتير قوي يقول لك اولاد فنانين قدروا يمثلوا بواسطة او عشان اهاليهم فنانين ومش عارف ايه بس ما اعتقدش ان انا بندرك تحت الليستة دي لسبب انه انا بابايا في الاخر هو دكتور في الجامعة يعني هو حاجة اكاديمية انا بابايا مش نجد بحيس ان انا بتحط في الليستة دي بالغلط مع ان بقى فيه ناس في الليستة دي فعلا موهوبة يعني فيه ناس فعلا اولاد فنانين موهوبين وفيه منهم انا بشوفهم موهوبين اكتر من اهاليهم كمان طيب عشان هو دايما بيحصل لخبطة في الموضوع ده انا مثلت فيلم يوسف شهين قبل ما اخش الجامعة اللي حصل انه انا كنت في المدرسة عادي في سانوي وبفكرش ان انا امثل يعني تمثيل اه لما كنت في تانية سانوي لقيت انه يوسف شهين عايز يجي مدرسة البالية عندنا في النادي يشوف بيدور على البنت فيها مواصفات معينة وفيه مرة ادي انا مشهد انا واحمد ديحيا نعمله وكان جاي بكاميرا وكان نتصوره اخرجه وتقريبا نعمله مونتاج وتفرج عليه قبل ما يكرر ان احنا نمثل مع بعض عملت يعني بروسس طويل جدا جدا من اوديشنز وبعدين مسلت الفيلم وانا في تالتة سانوي وبعدين الفيلم نزل وانا في اولى جامعة يعني كنت قريدي دخلت الجامعة الفيلم نزل في اخر سنة اخر السنة وانا في الجامعة اول سنة جامعة قبل اجازت الصيف فاللي حصل ان انا وقت الامتحانات رحت تذكرت في كان يعني فجأة لقيتهم بيقولولي في شهر اربعة الفيلم هيتعرد الشهر الجاي في مهرجان كان وهنمشي على رد كاربيت وبتاع طبعا دي كانت بالنسباني مفاجأة لان انا ما مسلتش في الفيلم ده وانا بفكر انه انا مهنتي في يوم الايام هتبقى التمثيل انا مسلت في الفيلم ده لانه كانت تجربة انه جاتلي فورصة اشتغل مع حد زي يوسف شهين وانه اهلي وافقوا وكان ليه مفاضل كبير يعني انه هم وافقوا لانا كنت في علمي رياضة فكان يعني ما كانش في اهل تقليديين ممكن يوافقوا انه بنتهم اللي في سنوية عامة تغيب بقى وتروح تصور فيلم بس وانا في الجامعة بقى ابتدى يجيلي ادوار لانه الفيلم ده تعرض بين قولة وتانية جامعة ابتدى بقى يجيلي ادوار وانا مكانش ينفع اغيب عن الجامعة فقعدت اعتذر عن كل الادوار اللي بتجيلي لمدة 3 سنين لحد ما خلصت جامعة وكنت كل ما اقول لحد اه سوري انا ما اقدرش اغيب عن الجامعة كنت دايما بقول الانتاج انه انا تماما انا فاضي في اجهزة الصيف في شهرين او 3 انا ممكن اصور اي حاجة غير كده انا ما اقدرش اصور طول ما انا في الجامعة وبالتالي طبعا ما مثلتش طول ما انا في الجامعة لانه عمري بالمواعيد دي نفعت عندنا مشكلة مؤخرا انه في مخرجين كتير مش بيخرجوا وانه في فكرة غلط انه الناس لما الممثل يبقى نجمة او انه الممثل يبقى ممثل جامد بالتالي هو ما بقاش محتاج مخرج فكون ان انا بنت واحد مخرج اصلا وفهمك كويس قوي انه يعني ايا كان انت مثلت اقد اي او عندك خبرة اقد اي اي في الاخر الممثل لازم يا في حد بيوجهه وحد بيديره حتى لو الممثل ده نفسه مخرج خلاص يعني انتم ممثلين بقى يلا يعني ممثله يعني انتم عارفين انتم محتاجين تعملوا ايه وما بيخرجوش بالمعنى ده او بيقولوا كات و اكشن وانه حط الكاميرا هنا بس في الاخر مش بيشتغل مع انه ممثل على الكائكتر وعلى التطور بتاع الشخصية وعلى الحاجات دي بحس ان انا في الاعمال دي ان انا مش راضي عن تمثيلي لا ان انا من الممثلين الان انا بحتاج مخرج انا بحتاج ادارة ودي مش حاجة عيبة صورت طول الحاملين من اولهم لاخيرهم تقريبا وانا حامل في دليلة في 2014 كنت بصور مسلسل دهشة معي حال فخراني صورت من قبل ما بقى حامل لحد نص السابع وبعد ما تولدت بالشهر ونص بالزبط ابتديت تصفير برنامج مايكروفون وهي عندها برضو تلت شهور او كده صورت مسلسل كنت رعا فيه ديفة شرف مسلسل تشالو صورته في لبنان ده انتج وسته الصدق الصباح وكان مع تايم حسن ونادين نجايم فسافرت وخدت بنتي معي عشان ان انا بردع طبيعي وانا بحب دايما يعني ااكد على المعلومة دي في السوشال ميديا والحاجات دي عشان بحس ان دير سيلة مهمة لازم بتوصل للأمات مع البيبي التاني بقى ابتدت برضو تصوير كنت بصور فيلم عن كبوت وانا حامل من اول الحمل وكنت بصور مسلسل خمسة واربعين حلقة مع اول الحمل وصورت طول ما انا حامل لحد نص السابع وصورت اعلان وانا حامل فيعني مفيش حاجة بعملتاش وانا حامل اكيد الموضوع الشغل مع الامومة مش سهل بس هو معتقد بيختلف من ام الام يعني فيه ناس بيكونوا متطلحين مع فكرة ان هما يسيبوا الطفل مع ناس تانية طول الوقت انا مش من الامهات دي يعني للأسف فطبعا ببقى مؤثرة شوية في شغلي او ما ببقاش قادر اعمل الحاجات اللي هي بتتطلب مجهود او وقت كتير فبس ببقى برضو بحاول اعمل حاجات مش مش هتخليني ايجي عليهم قوي هو انا تكلمت عن مشكلة ضعف السامع عند دليلة لسبب اساسي او لكذا سبب الحقيقة اولا انا حاسة انه هو ده مطلوب لانه انا مش لوحدي يعني اكيد انا مش الام الوحيدة اللي عندها طفل عنده مشكلة ايا كانت المشكلة دي ايه اللي انا عانيت منه في الاول انه لو معرفنا انه فيه مشكلة في السامع احنا معرفناش نعمل ايه معرفناش نسأل مين او نتكلم مع مين ودي مشكلة كبيرة جدا متقابل اي حد عنده مشكلة بيبدأ يدور لوحده يعني كل واحد بيبدأ المشوار لوحده بي فحسيت انه ده هيخلي الناس التانية لما تشوفني ان انا متصالحة مع الموضوع الناس التانية برضو هتبدأ تتصالح مع الموضوع وتتكلم مع بعض وده في مصلحة الاطفال يعني انا مش هميمني الاهالي على قد ما هميمني انه الاهالي لما يتصالحوا مع الفكرة ويتكلموا ويسألوا هيقدروا يعني يحسنوا من ظروف ولدهم الحاجة التانية انه محسيتش ان انا عايزة دليلة لما تكبرت حيس ان انا كنت مخبياها لانه او ان انا كنت مكسوفة منها لانه بالعكس انا فخورة بيها وفخورة ان هي خلتني انا دلوقتي او اللي انا بقيته دلوقتي انا بقيت حد تاني بسببها وانا شايفة اللي انا بقيته ده احسن اصلا من اللي انا كنت قبل كده تدى بقى انه الناس عايزة دايما في السوشال ميديا تباين قد ايه حياتها حلوة واحنا كننا بنحب بعض وكننا كيوت وكننا نروشين وكننا نبسين حلو بقيت احس انه ده بقى عامل سترس وانجايتي لناس كتير جدا سواء هم ناس مشاهير او ناس عادية بقيت احس انه كل الناس بقت متوقعة انه ان لو شكلي مش كده واصحابي مش كده ومش بنروح الاماكن اللي شكلها كده وعملين فيلتر فشكلنا حطين بيرفكت ميكوب ومرفعين نفسنا وكل الحاجات دي هيبقى انا كده انا حياتي فيها حاجة نقصة فالناس كلها بتكذب على بعض وكل الناس بصدق يعني كتب بعض وما فيه كومبتشن بقى يعني مين اللي هيصدر كتبه شكلها احلى فدي لعبة اصلا مش بتاعتي يعني او مش مهتمة ان انا شارك فيها باي شكل ما اشكاله بطلت اخرج كتير زي الاول اكيد ده مأثر بس في الاخر انا عمري في حياتي ما هنزل وانا مجبرة او حاس ان انا انا لازم انزل بقى عشان عشان يجيني شغل لا لا انا مش عامل كده انا لو فيه فانت لطيفة او فيه مغني معين او فيه كونسرت حاجة معينة فيها بي ار وفيها ناس انا حب اشوفها فانا هممكن اجي على نفسي واروح من الاول كده انا الجيل بتاعي مظلوم اولا الجيل بتاعي سعاب قوي تحصريه اولا احنا كان فيه وقت لما كان عندنا عشرين سنة واثنين وعشرين سنة وخمسة وعشرين سنة وكده انا مش عارف ايه فاحنا كنا في مرحلة عمرية بس ما استغلوناش واحنا في المرحلة العمرية دي فما حصلش التصعيد معين كان مفروض يحصل في وقت معين ومؤخرا ابتدى برضو في راقي انا الشخصي اغلب الانتاج ابتدى يبقى فيه استرخاص بالزيادة انا مش بتكلم على جور الممثلين انا بتكلم على استرخاص في الانتاج بشكل عام فما بيبدوش عايزين يدور حاجة حقها فلما بيبقى فيه ناس جديدة او انفلوانسرز او وجوه جديدة هما بيبوا عايزين عندهم ميزانية معينة محدودة عايزين يشتغلوا فيها فبالتالي بيجيبوا ناس اجرها مش عالي قوي فبيساعدوهم فنفس مشكلة جيلي ان احنا لما بنتنازل بنحس ان احنا بنستغل وفي نفس الوقت لما بنرفض عشان عندنا اجر او عندنا منام يعني مش عايزين ننزل عنها ما بنشتغلش النقطة الاخيرة برضو انه احنا جيلنا متلاقش في السوشال ميديا يعني احنا ما ظهرناش او بداياتنا ما كانتش ما كانش اورادي فيه سوشال ميديا فاعتقد انه جيل الصغير بيستغل السوشال ميديا لصالحه من اول ما طلع او من قبل ما يطلع يعني هما عندهم معينة في دماغهم بينفذوها عشان يوصلوا لهم عايزينه احنا طلعنا في وقت ما كانش فيه سوشال ميديا كنا بنعمل انتو جهائد في مجلات وفي جرائد وفي حاجات كده فبرضو ده اكيد ده اكيد فارق ان انت 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 قادر في بيتك وقادر بتعملي بقى بوست وبتعملي حاجات وكل الناس بتشوفك في حين ان احنا قعدنا كتير قوي لحد ما بتدت الناس تعملنا انتروفيوز او يعملون لنا حوارات او كوفرز في مجلاتي نفسي ما بقاش متعلقة في حتة كده ملهاش اي معنى يعني نفسي يبقى هي ممثلة جمدة جدا يا اما على الاقل يبقى فيه تقدير لعدد الحاجات اللي انا مثلها واللاس اللي انا اشتغلت معاها والتاريخ اللي انا مثلت فيه بكل الافلام والمستلسات اللي انا عملتها اكتر بحبه هو للاسف مبقاش موجود يعني بس اه هي المنتزة في اسكندرية انه ده المكان اللي انا اتربيت فيه كل صيف كنت بروح وصيف هناك اه وده المكان اللي انا اخدت فيه بنتي لحد يعني من سنة او سنتين اه وحتى هي عندها ذكرات احنا دي هي هي تعتبر رابع جيل في العيل عنده ذكرات هناك انا جدي وجدتي ومن ناحيتين ومامتي وبابايا وكل صحابهم وكل عالتنا من ناحيتين وانا اتربيت هناك وعندي ذكرات واصحاب وصور وكنت دايما بقضي عيد ميلادي هناك عشان انا مولودة في شهر التمانية فكان دايما بقامل عيد ميلادي في الكابينة في ممتازة واده علانة جدا ان المكان ده مبقاش موجود بنفس الشكل اللي انا متعودة عليه اشتركوا في القناة